السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لا يوم الاثنين 11 آذار مارس طبعا القمر اليوم يعني هو موجود الآن موعد بث الحلقة في الحوت ولكن بعد منتصف الليل رح ينتقل للحمل واحنا الآن ما زلنا في فترة خلو المسار خلو المسار مستمر من الساعة 7 و 44 دقيقة من مساء يوم الأحد اللي هو يوم أمس بالنسبة للحلقة هاي ورح يستمر لغاية الساعة 12 و 19 دقيقة بعد منتصف الليل يعني بعد 19 دقيقة من منتصف الليل بتوقيت جرينيج يعني بتوقيت الأردن الساعة 3 و 19 دقيقة فجرا لا ينتقل القمر بعديها ويصير في برج الحمل هذا بيعني إنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراش ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا بما إنه توقعتنا ليوم الاثنين والقمر موجود في برج الحمل فرح يظل القمر موجود في برج الحمل لغاية الساعة 12 و 28 دقيقة بعد منتصف لليوم الثلاثاء على الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لبرج الثور القمر الآن موجود في منزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و 19 دقيقة بعد منتصف ليل الأحد على الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى تقليم الأظافر وقص الشعر أيضا القمر الآن بما أنه استقر في برج الحمل فمعناة اليوم إم نشعر بطاقة كبيرة للعمل من كون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومن بقدر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع في تصرفاتنا أو نتور يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة من لاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها منفق الدبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية عادة في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك أو مراجعات طبية تتعلق بالرأس تحديدا ويمكن إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي زاوية رح تكون الساعة تنتين وثمانية وثلاثين دقيقة فجرا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة فمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وخمسة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ونشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبرضو بصير في عنا ثقة بالنفس عالية وبنتألق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للحدث اللي رح يصير خلال هذا اليوم وهو انتقال كوكب الزهرة لبرج الحوت طبعا الحلقة صارت موجودة على القناة كاملة وتأثيرتها على جميع الأبراج والزوايا فبنصح الجميع أن يسمعها بالنسبة لكوكب الزهرة الساعة تسعة وتسعة وأربعين دقيقة مساء اليوم الاثنين رح ينتقل الزهرة من الدلو للحوت ورح يظل في حركة أمامية حتى فجر يوم الجمعة خمسة أربعة ساعة ثلاثة وتسعة وأربعين دقيقة فجرا بتوقيت جرينج فخلال الفترة المذكورة بيطرأ تغيير إيجابي على مظهر موليد برج الحوت وبيشعروا بقوة العاطف وانجذاب أفراد الجنس الآخر لإلهم لبيستفيد معهم مواليد الأبراج المائية واللي هم السرطان والعقرب والترابية اللي هم الثور والعذراء والجدي وكذلك كل شخص لما نولد كانت الزهرة موجودة في برجه أو في طالعه بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعاً عندنا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشريين والدم هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل لها عمليات جراحية كبرى الأسنان مش شيء للعصب هو مقصود عملية جراحية كبرى الجراحة يعني تخدير وجراحة تخدير عمليات مش تخدير موضعي عشان شيء العصب أو أشياء يعني معالجة الأسنان ترميم الأسنان ما في أي مشكلة ولكن العمليات الكبرى الجراحية هي اللي ما بننصح فيها حتى شيء للعصب إذا كان الموضوع يعني ضروري وكان فيه التهاب لا يعجل أفضل ما ينعمل خلال هذا اليوم بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا لا يصلح لإزالة شعر الزائد لأنه بدأنا بمراحل اكتمائية اللي هي مراحل الهلال يصلح لقص الشعر التجميل والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحمل خلو المسار القادم رح يكون الساعة 11 و7 دقائق من ظهر يوم الثلاثاء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 12 و28 دقيقة بعد منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء لا يستقر القمر بعدها في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمر يوم في تمام الساعة 34 دقيقة فجرا بصير يومين نسبة الإضاءة 0% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 منتحس بنسبة 10% القمر في الحمل حتى يوم 13 ثلاثة سعيد بنسبة 15% ساعات الصباح سعيد بنسبة 60% ساعات المساء سعيد بنسبة 15% عطارد في الحمل حتى يوم 1-4 منتحس بنسبة 25% الزهرة في الدلو ورح ينتقل للحوت زي ما حكينا ورح يضل في الحوت ليوم 5-4 منتحس بنسبة 25% المريخ في الدلو حتى يوم 22 ثلاثة منتحس بنسبة 40% الآن ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% وأورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم فقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم تعتبر فترة إيجابية حاول أنك تستغلها برضو الشمس صحيح موجود في بيت المتاعب بتضغط عليك شوي ولكن الأجواء إجمالا رح تكون اليوم لصالحك بتخفف عليك الضغوطات شوي ممكن يكون لك بعض الاهتمامات المالية أو الاهتمام بقروض أو ديون صفحة أو قرار جديد في حياتك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هذا اليوم يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني لأن القمر استقر في بيت المتاعب ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم وكونوا صابورين ممكن اليوم يعني هيك تشعر ببعض الخربطة أنك ما تشعر بالرحة أو الهدوء الكامل أو الهدوء التام فعشان هيك ما تتخذ قرارات حاسمة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء اليوم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة أو يطلقى اتصال من صديق قديم أو يفرح بدعم من جهة ما الدعم كله أغلبه بيجي من الأصدقاء أو عن طريق العلاقات الاجتماعية وحاول أنك اليوم تقدم حلول معتدلة كي تحظى بتحالف جيد بالنسبة لموليد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص الي بيبحثوا عن العمل واللي بيعملوا بينجحوا في إثبات جدارتهم للمسؤولين بإن كانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة إذن نظم وقتك جيدا ويحترم المواعيد هاي الفترة بتطلب الدقة والمتابعة عشان هيك بدك تحضر بشكل جيد وما ترتجل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجتياز امتحان أو إجراء مقابلي هاي فترة جيدة جدا لخوط تجربة جديدة هاي فترة مناسبة للإنفتاح على محيط مختلف أو ثقافي جديدة أو مجال ما تعتبر من أجمل أيام الشهر على مستوى الدراسة والامتحانات والأوراق القانونية والمعاملات والعلاقة مع الأحبة أو العلاقة مع أشخاص خارج البلد برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بالظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض ممكن تسعد بتسوية مع أحد الجهات أهم شيء أنك ما تفرض رأيك ولا تكون عنيد وما تهم الأوراق الثبوتية وعدم حملها اليوم ممكن تهتم بموضوع يتعلق ببنك أو ضريبة أو تأمين أو ميراث أو مطالبة بحقوق لا إلك ولكن لا يصح هذا اليوم لا إقراض أو كفالة أشخاص آخرين برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم وهذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن يجب أن تتجنبوا الانتقادات وتوجيه الملاحظات وحاذر من المواجهات الكلامية لأنه أنت اليوم طاقتك ضعيفة وأي خلاف أنت راح تكون الحلقة الأضعف حاذر من مخالفة التعليمات والقوانين أيضا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أنجزوا ما ترى كم لديكم من عمل وابتجدوا تعاون من زملائكم نظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قصة من الراحة من حين لآخر هذه فترة مهمة جدا بالرغم من التوتر السائد حاذروا من النزاعات والتذمر والتمرد ولا تغامروا بموقعكم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتزداد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبتكون الحضوذ قوية والعاطفة قوية وأيضا ممارسة الهوايات والترفيه رغبتك لإلهم بتكون قوية جدا كما أنها هاي الفترة مناسبة للاجتماعات المهنية أو العائلية أو لطلطيف الأجواء وحتى اليوم يا في خبر جميل يا في مناسبة جميلة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بترغبوا اليوم في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة ممكن تقدم على خطوة جرية أو ممكن تظهر مسائل مهمة تحتاج للحوار ممكن تكون أعطاء المنزلية أو الاهتمام بالحقارات أو شيء له علاقة باستئجار أو بيع أو حتى ممكن مناسبة عائلية ولكن كل اهتمامك اليوم على البيت وعلى العائلة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتنشطوا بالتنقلات والاتصالات والسفريات القصيرة والاتصالات ما رح تهدأ عندك اليوم منكم أشخاص اليوم برضو ممكن ينطلقوا بمرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح أو إقناع طرف آخر بوجهة نظرهم ويعتبر هذا اليوم مناسب جدا لا اجتياز امتحانات ممكن بعضكم يتقدم منك أحدهم لمساعدته أو للتعاون معاه أيضا اليوم في اهتمام لمواضيع تتعلق بالسيارات والإلكترونيات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بالضالة الفرصة متاحة اليوم لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستريد أموال بتعود له أو يحصل على هدية أهمش أنك ما تضيع الفرص واضف طاقتك الذهنية والفكرية والبناءة لوضع حد للتساؤلات ناقش بوضوح وتجنب الالتباسات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا